بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأحمد الله تعالى حمد كثيرا طيبا مباركا كما يحب ويرضى على ما علمنا ويسر لنا من وسائل التعلم فإن ذلك لا شك فضل من الله سبحانه وتعالى فالله امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فتعليم الله لنا من أعظم نعمه علينا فينبغي لنا أن نستشعر هذه النعمة أيها الإخوة الكرام ثم نشكر الله سبحانه وتعالى عليها فإن من علمه الله شيئا ثم وفق لشكر هذه النعمة فإن الله يزيده ويوفقه ويفتح عليه من أبواب العلوم والمعارف لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذ تأذن ربكم لأي شكرتم لأزيدنكم وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا حنيفة رحمه الله الإمام الكبير المشهور سئل بما نلت هذا العلم فقال بأني كلما تعلمت حكمة أو مسألة شكرت الله فزادني من العلم وهذه مسألة مهمة في تلقي العلم ينبغي أن نعتني بها وهي أن نشكر الله على ما يسر لنا من التعلم ووفقنا له من سلوك هذا الطريق الذي هو طريق إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس به عن من سهل الله له به طريقا إلى الجنة أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وبعد فننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات علوم القرآن وهو من أهم موضوعات علوم القرآن وهو أسباب النزول أسباب نزول القرآن الكريم نقف مع هذا الموضوع في عدة دروس ولقاءات لنتعرف على المراد بأسباب النزول وعلى هذا العلم وعلى نشأته والكتب التي ألفت فيه ثم فوائد هذا العلم ثم بعض المسائل والقواعد المتعلقة به من خلال ما ذكره أهل العلم في كتبهم في علوم القرآن فنقول مستعينين بالله تعالى إن أسباب النزول كما هو ظاهر يتكون من لفظين اللفظ الأول أسباب واللفظ الثاني النزول وقالوا لها أسباب النزول أسباب نزول القرآن الكريم فما المراد؟ طبعا نتكلم في هذا اللقاء عن تعريف أسباب النزول ما المراد بأسباب النزول؟ كما تعلمون أسباب النزول كما قلت الآن تتكون من كلمتين أسباب والنزول أسباب النزول فهو مركب إضافي الأسباب جمعوا سبب والسبب هو ما يتوصل به إلى الشيء طبعا المؤلف عندكم في كتاب مباحث في علوم القرآن لم يعرف أسباب النزول فنأخذ تعريف أسباب النزول من خلال ما ذكره أهل العلم في غير هذا الكتاب فمثلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا وسنعرف به الآن بعد قليل إن شاء الله وفي لقاء آخر هو المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة للدكتور خالد المزيني عرف أسباب النزول طبعا قال هذه اللفظة أسباب النزول تتكون من كلمتين أسباب ونزول ولمعرفة معناها لا بد من بيان معنى كل كلمة ثم معنى الكلمتين معنى فبدأ ببيان أسباب فالأسباب جمع سبب والسبب كل ما يتوصل به إلى الشيء نعم هذا معنى السبب في اللغة معنى السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره ولذلك تطلق الأسباب على عدة أشياء على الوصل والمودة إذ تبرأ الذين التوبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب السبب يطلق على الحبل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء بسبب يعني بحبل ويطلق السبب على الباب وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى فالمراد بالأسباب هنا الأبواب والجامع بين كل هذه المعاني اللغوية هو الوصول بالشيء إلى غيره فهو السبب هو الشيء الذي يتوصل به إلى غيره هذا معنى السبب في اللغة أما النزول فقد بيناه عندما تكلمنا عن تعريف القرآن الكريم وأنه منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نعيده هنا من باب تكرار العلم لأن تكرار العلم يثبته ويعين على حفظه وهذه أيضا مسألة مهمة في طلب العلم لا تكن في ضجر من تكرار العلم بعض المسائل تتكرر عليك في علوم القرآن وقد تتكرر في أصول الفقه وقد تتكرر في علم آخر والأدلة أحيانا تتكرر في الفقه وفي الحديث هذه الأشياء قد يقول طالب هذه سمعتها هذه درسناها في المقرر الفلاني نقول إن التكرار يؤدي إلى تثبيت المعلومة وفهمها والنظر إليها من زوايا متعددة ذكرنا سابقا بأن النزول هو الانحطاط من علو نزل عن دابته نزل في مكان كذا يحط فيه رحلة وعلى كل حال واضح معنى النزول في اللغة وذكرنا لكم هناك أن نزول القرآن هو بالمعنى اللغوي أنه انحطاط من علو إلى سفل فنزول القرآن هو نزوله من علو أسباب نزول القرآن هذا طبعا من حيث المعنى اللغوي للمفردتين أما تعريف أسباب النزول في الاصطلاح فأسباب النزول في الاصطلاح لم يعرفها العلماء المتقدمون وإنما اشتغل المتقدمون بذكر الروايات في أسباب النزول المتأخرون أرادوا تحرير المقصود بأسباب النزول فذكروا له عدة تعريفات من أشهر التعريف ما ذكره السيوطي رحمه الله بقوله والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ما نزلت الآية أيام وقوعه هذا تعريف جيد مقارب وقال الزرقاني ولعلكم تذكرون الكتاب الذي ألفه الزرقاني تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن الكتب في علوم القرآن الكتاب الزرقاني هو مناهل العرفان في علوم القرآن وقلنا لكم بأنه من الكتب المهمة قال الزرقاني رحمه الله وسبب النزول سبب النزول هو ما نزلت الآية متحدثة عنه أو قال ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه هذا فيه تفصيل أكثر قال القطان منع القطان الشيخ منع في الكتاب الذي معنا ولذا نعرف سبب النزول بما يأتي هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال كل هذه التعريف قريبة يعني التعريف الزرقاني جيد وتعريف القطان جيد طبعا تعريف القطان لما نذهب إليه في الكتاب نفسه تكلم في تعريف السبب في أسباب النزول طبعا قبل أن يذكر التعريف بدأ بمقدمة فقال وسبب النزول يكون قاصرا على أمرين أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها كالذي روي عن ابن عباس هذا ثابت طبعا قال وأنذر عشرتك الأقربين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحة فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرجوا بسفع هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبة قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك إنما جمعتنا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب هذه حاجثة وقعت فنزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة هذا الأمر الأول يعني حاجثة تقع فينزل القرآن فيها والأمر الثاني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه يسأل سؤال وليس عنده جواب فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه كالذي كان من خوله بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت فذهبت تشتكي من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر صني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزلت حتى نزلت جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وهو أوس بن الصابت حقيقة المؤلف ذكر هذا في سؤال أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وهو قريب من الحادثة قريب من الحادثة لكن الأقرب من هذا في التمثيل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله اليهود عن الروح ما الروح فأنزل الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي وما أتيتم من العلمي إلا قليلا على كل حال يقول المؤلف حتى نختم قال ولذا يعرف سبب النزول بما يأتي هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال إذن لا بد أن يكون السبب مقارب لنزول الآيات لذلك قال المؤلف ومن الإفراط في علم سبب النزول أن نتوسع فيه ونجعل منه ما هو من قبيل الإخبار عن الأحوال الماضية والوقاع الغابرة قال السيوطي والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحد في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقاع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثموت وبناء البيت ونحو ذلك وكذلك ذكره في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا قال سبب اتخاذه خليلا سبب اتخاذه خليلا فليس ذلك من سبب نزول الآية اتخاذه خليلا قال وليس ذلك من أسباب النزول كما لا يخفى وهذا واضح الشاهد حتى نختم أن السبب يكون مقاربا لنزول الآيات لا قبلها بكثير لأن ذلك ينتقل عن السبببية إلى الإخبار عن الماضي هذا ما يتعلق بتعريف أسباب النزول نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى والله أعلم وصل الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين